فدأ الإعلام الغربي يتبنى حاملة قوية جدا عشان يقنع العالم كله أن إسرائيل فعلا فرضت عضلتها بشكل كبير جدا على المنطقة العربية وأثبتت وجودها لدرجة أن المقالات والتحليلات والاستراتيجيات العسكرية اللي هم ضخوها في وسائل الإعلام الدولية بدأت تحاول تقنع العالم وبالذات المنطقة العربية أن إسرائيل تعتبر بمثابة الحصان القوي جدا في قلب منطقة الشرق الأوسط اللي فرض عضلاته وسيطر على المنطقة حدث ذلك في نفس الوقت اللي احنا فجئنا فيه بأن المعلومات بدأت تتصرب في عدد من وسائل الإعلام اللي ما كانوش من الصقين معاها واللي بتكشف السطار عن وجود انهيار غير عادي في قلب الجيش الإسرائيلي في نفس التوقيت اللي احنا فجئنا فيه بأن هناك عدد من الزلازل اللي شهدها المصريين في مناطق متفرقة وأرجع الخبراء السبب لتفجيرات عسكرية قامت بها إسرائيل في بعض المناطق على العمو خلونا نعرف التفاصيل الكاملة خلال الحلقة تهيت لكن قبلها شير ولايك للفيديو ده وكمنتك الجميل واللي ما اشتركش في القناة بسرعة اشترك عشان عاوزين نوصل لمليون مشترك بشكل سريع وبشكل عاجل جدا عشان نقدر نوصل لحضراتكم بلا أي نوع من الحواجز أنا أحمد عبدالعادي وانت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معانا معلومات مكسفة جدا كتير جدا ولذلك خلونا نبدأ الحلقة بشكل سريع صحيفة الجروزالين بوست الإسرائيلية نشرت مقال للكاتب دان بعنوان الحصان الأقوى في الشرق الأوسط اليوم أحد كتاب المقالات في صحيفة الجروزالين بوست نشر المقال ده الحصان الأقوى في الشرق الأوسط عنوان المقال طبعا بيحاول أن هو يقنع الآخرين بأن إسرائيل هي الحصان الأقوى يستند الكاتب إلى قول أسامة بن لادن بأن الناس بيميلوا بطبعتهم إلى تفضيل الحصان القوي على الحصان الضعيف وهو مفهوم متجزر في الثقافة السياسية الشرقى أوسطية على حد تعبيره اللي هو الحصان القوي والحصان الضعيف لا يهم منه حصان قوي ولا حصان ضعيف ولا المصطلح ده أساسا متداول ويؤكد الكاتب الإسرائيلي أن إسرائيل أعادت بعد أحداث السابع من أكتوبر مكانتها كحصان قوي في الشرق الأوسط خاصة في صراعها ضد إيران والوكلاء بتحها زي حماس وحزب الله وبيصلت المقال ده الضوء على كيفية متابعة العالم العرب للقدرة العسكرية الإسرائيلية المتمثلة في القضاء على القيادة والبنية التحتية الحماس وحزب الله بالإضافة إلى الضربات الناجحة ضد الدفاعات الإيرانية ويراها دان ديكر الكاتب الإسرائيلي عبارة عن أساليب جديدة في القوة أثارت الخوف والاحترام في الدول العربية رغم التناقضات الدبلوماسية المتعلقة بالعداء التاريخي بين السعودية وإيران يحاول يقنعنا أن في عداء تاريخي ما بين السعودية وإيران لازال مستمرة حتى اللحظة الرائنة وأن الشعوب العربية اتبسطت أوي من إسرائيل باعتبار أن هي قوية تخيلوا ويقول دان ديكر أن هناك انخراط دبلوماسي واضح مع إسرائيل من قبل بعض الدول العربية على الرغم من إدانات أعضاء جمعة الدول العربية للعمليات العسكرية الإسرائيلية دا المقال اللي نشر بالأمس في الصحيفة العبرية على نفس الوتيرة دي تشاهدنا ألاف التقارير في كل وسائل الإعلام الغربية اللي بتتداول التحليل دا بالإضافة إلى تقارير أخرى بتحاول تقنع الرأي العام الغربي إسرائيل فعلا فرضت سيطرتها وقوتها خلال العام المنصارم تعالوا بقى شوف الوجه الآخر للحقيقة هي دي الحقيقة موقع المينتور الدولي يتحدث في تقرير عن نقص بتشهد إسرائيل في الجنود بعد سنة من الحرب في غزة يعني ما انتصروش وقال الموقع أصبح جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي منهكين حيث يكافح الجيش لتجنيد جنود في الوقت الذي يفتح فيه جبهة جديدة في لبنان وقد تم استدعاء نحو 300 ألف جند احتياطي منذ هجوم 7 أكتوبر 18% منهم رجال فوق سن الأربعين بعدما كان ينبغي أعفاءهم خلصت الفترة بتاعتهم لا فوق الأربعين كما مددت فترات الخدمة الاحتياطية حيث يشكوا بعض جنود الاحتياط من عدم قدرتهم على موصلة حياتهم الطبعية لمدة تصل إلى 6 أشهر متتالية وقال جندي في الاحتياط في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي والذي لاقى ضجة واسعة نحن نغرق لقد تم استدعائي أربع مرات منذ هجوم 7 أكتوبر وقال يتعين علينا إنهاء هذه الحرب لأننا ننفذ من الجنود مضيفا أن التنازلات أصبحت كبيرة للغاية احنا كده بنخلص احنا كده بننتهي احنا كده بننفذ بننتهي تماما وقال جندي احتياطي آخر لوكالة فرنس بريس إن الإعياء والإرهاق المعنوي يضافان إلى حقيقة أنني فقدت وظيفتي كما أن العديد من العاملين المستقلين اضطروا إلى إغلاق عملهم بسبب الحرب على الرغم من أن الحكومة ضمنت الحد الأدنى من الدقل للجنود الاحتياطيين بالإضافة إلى يغثر الحديث في الأوساط الإسرائيلية عن جدوى الحرب مع حزب الله في لبنان وأفوقها خصوصا مع مفاجئتهم من أن حزب الله وعلى الرغم من كل الدربات اللي تعرض لها في بداية الحرب لا يزال قادر على إطلاق الصواريخ والمسيارات ومواجهة القوات عند الحدود وتكبيد الجيش الإسرائيلي أثمانا كبيرة حيث بدأت تتعالى الأصوات من أجل وقف الجبهة الشمالية وإبرام اتفاق تحدث محلل الشؤون العسكرية في صحيفة إسرائيل هيوم يقاف ليمر عن ضرورة الانشغال بوقف إطلاق النار في الشمال على أن ذلك ليس أمرا نظريا بل لعدم الغرق في المستنقع اللبناني لأن الجيش الإسرائيلي بيواجه الويلات في الجنوب اللبناني عكس كل التحليلات اللي حاولوا يقنعون فيها صحيفة 20 دقيقة الفرنسية شوفوا هي كمان قالت إيه احنا جبنا لحضراتكم نمازج فقط عشان تتأكدوا من أن اللي بتنشر وسائل الإعلام العبرية وما يصاحبها من وسائل الإعلام غربية مسيطرة عليها اللوبيات كلها بلا استثناء بتكدف زي نظام السفينة الكاثرين اللي رسيت في مصر وكانت حاملة متفجرة طب بترسف مصر ليه راحة مصر ليه طب مش كانت الأفضل أنها تروح إسرائيل على طول مصر نفت الجيش المصري نفت وزارة النقل نفت ورغم ذلك مصرين ليه تهدف في نفسي عقوم هم بيحاولوا برضو يروجوا نفس الأكاذيب ديت على قوة إسرائيل لكن الواقع العملي فضاحهم صحيفة 20 مينتز بتقول إيه بعد مرور أكتر من سنة على بدء الحرب ضد حماس في غيره في غزة بيواجه الجيش الإسرائيلي اللي بيضم 170 ألف جندي صعوبات في تجنيد الجنود وجنود الإحتياط بينهاروا تحت وطئة جولات الخدمة حيث تشن إسرائيل حربة على عدة جباهات أبرزها ضد حماس في غزة وحزب الله في لبنان وده نتج عنه 771 قتيل و4500 جريح فيما تضع تقديرات الرقم عند أكتر من 10,000 جريح طبعا إسرائيل وجهت الكلام ده ما بين جنودها بعد مرور أكتر من سنة على بدء الحرب ضد حماس في غزة هذه النتائج تقولي الحصان القوي وقعت حوالي 2000 وقعت حوالي 2000 من زوجات الجنود الاحتياط من الحركة الصهيونية الدينية على رسالة مفتوحة تطالب بتخفيف الأعباء على الجنود يخوانا كفاية بقى وبيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدراعي أكد فيه أنه تم استخدام 400 طن من المتفجرات للتدمير منشأة استراتيجية تحت أرضية لحزب الله في جنوب لبنان على أثر هذا التصريح وبعد التفجيرات ديت وجئنا بأن فيه أنباء ترددت عن احتمالية حدوث زلازل بسبب تفجيرات إسرائيل لأنفاق ومنشآت لحزب الله تحت الأرض حيث تعرضت محافظة جنوب سيناء في مصر الهزة أرضية صباح يوم الخميس الماضي وكشف شهود عيانة عن تعرض مدينة شرم الشيخ المصرية الهزة أرضية حس بيها سكان المدينة الدكتور طاها رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري قال إن الهزة وقعت على بعد 12 كيلو من شمال شرق مدينة شرم الشيخ وبلغت قوتها أربعة واثنين من عشرة درجة بمقياس رختر وقد سجل مرصد الزلازل الأردني صباح الخميس أيضا زلزال بقوة أربعة وواحد من عشرة بمقياس رختر وبعمق ستة كيلو جنوب خليج العقبة وبيّن المرصد الأردني إن الزلزال بيبعد 150 كيلو عن جنوب العقبة وتسعة كيلو متر من شرق شرم الشيخ وقال إن الزلزال وقع على فالق البحر الميت ويعد هذا الزلزال من الزلازل المحسوسة ولا يؤثر على البنية التحتية أستاذ الزيولوجيا والموارد المائية بجمعة القاهرة الدكتور عباس شرائي قال إن الأعمال الهندسية أو العسكرية بتحدث الزات أرضية بتختلف قوتها طبقا لكمية المتفجرات ولكنها تكون سطحية عكس الزلازل الطبيعية التي تكون على أعماق كبيرة يعني الجيش الإسرائيلي بيحاول بقدر الإمكان أن هو يظهر نفسه بأن هو قوي جدا وأن هو أصبح الحصان القوي في قلب المنطقة لكن الواقع العملي كدبه على الرغم من التفجيرات اللي بيحاول يطلقوها عشان يعمله نوع من الإرعاب لكن الخسائر فادحة إسرائيل الحصان الأقوى في الشرق الأوسط أصبحوا منهكين المنتر إسرائيل تعاني نقص في الجنود ثم صحيفة فرنسية جنود الاحتياط ينهارون ومئة وسبعين ألف جندي إسرائيلي يغرقون تفاصيل الانهيار من الداخل إسرائيل تواجه أزمة في تجنيد الاحتياط مع استمرار الحرب على جبهتي غزة ولبنان بعد تحذيرات بسبب تفجيرات إسرائيل هزة أرضية في سيناء في مصر هذه تدعيات الأوضاع كلها وهتكتشفوا حضراتكم أن العالم دية بتواصل ممارسة أكذبها لكن الواقع العملي يفضح الجميع